مدينة شفاعمر 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 من هون ليوم الاحد حسب النتائج الفحصات اللي بتطلع لانه احنا وعدنا يكون عدد كبير من الناس اللي توجهوا للفحصات واحنا بدأنا نعمل بهذا المدمار املنا ان شاء الله انه يوم الاحد احنا نخفف النسبة اللي احنا موجودين فيها ونرجع للخط الاخضر ان شاء الله كيف اثر الاغلاق على المدينة وخاصة على طلاب المدارس والمحلات التجارية في شفا عمر الاغلاق طبعا هذا كان بحكيه بصراحة يعني ضمار ضمار للمدينة من المحلات التجارية العمال يعني انا بتجول ساعات الصباح في شوارع المدينة شفت الاشياء العامل اللي بدي يطلع للعمل تبعه بده ساعة تيقدر يطلع من مدينة شفا عمر للعمل هذا الوضع بالفعل هو انا باعتبره يعني عمل دمار لأهل شفا عمر باملنا ان شاء الله بطلبنا من المواطنين التجاوب واليوم اكتر اشي انه يتوجهوا للفحص فيش عنا اشي تاني اكتر ما نعمل اليوم انه يتوجهوا للفحص حتى نقدر لنوصل للنسبة المطلوبة من شان انرجع المدينة وترجع للخط الاخضر يعني كيف من المحلات تفتح المدارس ترجع كل الامور تصير كيف النهج اللي بدنا اياه في هاي المدينة ان شاء الله رئيس بلدية شفا عمر كيف كيف ترى مدى الالتزام التزام المواطنين بالتعليمات والله انا بد اقولك يعني كل الوقت بترجع وبتوسل وبطلب من المواطنين اقولك انه كان التزام كامل لا لابد الا بعض الشباب بعض الناس اللي هني ما كانش عند الالتزام اما يعني الاكترية في مدينة شفا عمر كانت متزمة في الاغلاق كامل المحلات كانت مسكرة يعني كان في التزام اما مش كامل مش كافي هل لديك مخاوف من اعادة اغلاق المدينة عشية الاعياد المجيدة انا اه تقة كبيرة في المواطن الشفا عمري بعد ما احنا اعملنا الاشياء اللي لازم نعملها طلبنا من رجال الدين احنا اه تلات طواقف موجودين ولكن منعيش كعيلي وحدي احنا طلبنا من كل رجال الدين مساعدتنا التوجه للمواطنين اعملنا جلسي مع مدراء المدارس طبعا طلبنا من اه كل المحلات اللي هي منعرف انه لازم يساعدونا حتى اه نوصل للهدف تابعنا يكون الفحص اكتر من الفين شخص وفي ساعتها يوم الاحد انا تقة كبيري انه نطلع للخط الاخضر ان شاء الله ويكون في في الاعياد مدينة شفا عمر مفتوحة للزوار ولا اهل شفا عمر اه طبعا سؤال اخير ما هي الرسالة التي تواجهها للمواطنين في شفا عمر خصوصا انه كلما كثرت الفحوصات كلما اكتربتم من الشعر الخضراء انا بالموقع تابعكم تلفزيوني اول اشي بدي اشكركم وحييكم انتوا دايما بتكونوا موجودين مع المواطنة العربي في داخل مدينة اسرائيل في داخل دولة اسرائيل اخوان انا باشكركم بحييكم على العمل الدقوب تابعكم لانه هذا بالفعل فخر يكون محطة زي المحطة اللي موجودة عندكم محطة هلاء تلفزيون هلاء الطاقم بحييكم على العمل الدقوب اللي بتقوموا فيه وبطلب من هذا الموقع رجاء وتوسل لكل اهل شفا عمر شفتوا معنى الاغلاق وشعرتوا هذا الاشي بالفعل شعرتوا لذلك بعد ما انتوا شعرتوا وشفتوا وقديش كان بالفعل تدمر من المواطنين رجاء وتوسل اطلعوا افحصوا اطلعوا افحصوا ساعدوا نفسكم ساعدوا المدينة ساعدوا الناس الكبار السن اولادنا حتى تفتح المدارس اطلعوا افحصوا نفسكم هاي الطريقة اللي بتساعدنا نوصل لالفين شخص انا بوعدكم انو شفا عمر ان شاء الله تكون مفتوحة خط اخضر والمحلات تفتح والمدارس تفتح ونعيش حياتنا الطبيعية اللي نحب اللي بنحب نعيشها ان شاء الله شكرا للكم شكرا لك رئيس بلدية شفا عمر عرسان ياسين شكرا لك الله يحييكم شكرا شكرا اعزائي المشاهدين بعد الجلسة صاغبة